شهر رمضان الكريم تعتبر من أعدم الشهور عندنا الجانب الروحي من كذلك الجانب الصحي لأن فترة رمضان استغلناها استغلال الصحيح واسمنا كما يجب واسمنا كما يجب فنساعدنا أنها تحيد بزاف السموم لراكمتها مدة شهور وشهور قبل تراكم الدهون في الدهون يكون على مستوى الدهون ونعرف أنه في فترة ساعة طويلة السيام في الدهون تدوز الحرق الدهون ومن تفكك الدهون فهي تحرر حتى السموم التي كانت مخزنها فترة السيام كذلك تعاون الدهون عن أن الأعضاء يرتاحوا ونحن نضر خصوصنا على العضو البونكرياس وهو مسؤول على الإنتاج للانسولين وعلى المستوى للسكر الدم أنه يكون مقاد ونحن ناكلوا واجبات منتظيمة وندخلوا لدهة دينا مواد غدائية طيلة اليوم فمستوى السكر تغير والبونكرياس يخدم بزاف عكس الفترات السيام لبونكرياس يرتاح تكتوصل الوجبة دي الإفطار خلال رمضان كذلك الفترة السيام فهي فترة مهمة جدا لكتخلي الدهة دينا جدد بزاف دي الخلايا دي والهالي منهم الخلايا العصبية والتعزيز دي الذكيرة والتعزيز دي الجهاز العصبي ككل المنافع دي السيام لا تعد ولا تحصى لذلك يجب أننا نستغل هاد الفترة دي الرمضان والفترة دي السيام باش التغذية دينا تكون سليمة ومتوازنة باش أننا نوصل للتحقيق دي هاد الاشياء اللي هضرت عليها قبل بنسبة الفوائد دي السيام على الجهاز الهضمي والألجي سنديل إنسان كاكو